أهلا بك يوسف منورنا ومشرفنا في موقع في الجول إيه بقى حامد من نورك في البداية عايزين نعرف من هو يوسف مجدى عبدالغاني بدايتك كتفين الاندية اللي انت انتقلت ليها لحد ما وصلت دلوقتي في أسترين قنبان بدايتي طبعا من أول سنة لخمس سنين كنت في النادي الأهلي في ناشرين الأهلي بعكا عشان كان مشوار بعيد أبعا عليها سكننا هنا في المونسين لغاية مدية نصر فكان جنب هنا نادي السيد وشوفنا بقى طبعا كنا حازم إمام والناس اللي كان بتطلع دسعيتها نادي السيد كان حقا كويس يعني ناشرين نادي السيد كان طلوع أمرأة كويسين فروحت عندهم اتربيت هناك لغاية سن 14-15 سنة بعدها سفرت الجامعة في لندن لعبت هناك شوية في نادي نوتنجام فورست بي بعدها انتقلت لأسبانيا نادي ريكمبيوس كولون في بالنسيا في السجندا بي بعدها أبويا كان شايف أن أنا أرجع أبدأ تاني من مصر أحسن عشان كان جزروف يعني عائلية كده بدأت هنا النصر مع كابت سايد عيد روحت كابت سايد عيد الحمد لله كنت ماشي معا كويس انتقلت بعدها لنادي النجوم وبعدها شافني كابتن علاء نوح في بداية الموسلم والحمد لله يعني مبس يعني ربنا يكرم بقى في اللي جاي قلت انك بتتجنب ان الناس تعرف انك ابن كابتن مجدى عبدالغاني السبب ده ايه؟ طبعا تبقى ضغوط جمد قوي على على أولاد اللاعبين انا بحس بيها ضغوط بس الحمد لله الواحد بقى له 27 سنة في الضغوط دي فتبقى واخد عليها أكتر الناس ببورسلك طبعا أول حاجة ان انت جاي من الجامل أو أو وسطى أو اي حاجة من الحاجات دي فلازم تاخد مجهود أكتر وتركيز أكتر ان انت تحاول تثبت العكس فالناس بتحاول تطلعك برا تركيزك بس الحمد لله عدت فترة انا مستخبي من يوسف مجدى عبدالغاني كان ناس شايفة بس يوسف مجدى لغاية لما ضربة الجزاء بقى بتاعت موتش اللي فات غزل المحلة أول بقى لما الناس شايفوا يوسف مجدى عبدالغاني ربطوه على طول وخدوا بقى لهم يعني طيب هل حصل ليك مواقف كمودية أو محرجة عشان انت بنكابتن مجدى عبدالغاني؟ يعني ممكن اقول لك فتحت امبارح الحاجات بتاعتنا كلها يعني مش مفيش حاجات قوي ببالي دلوقتي بس يعني كلها حاجات بتقلش عليهم كلها حاجات تزار بيني وبين الناس بس امبارح مسلا ما قالوا بين الجون ده وده وقال لك ده هيزل لنا تاني خمس وعشرين سنة كمان الجون امبارح هو نزل صورة كده تويتها يعني اللي هو قال لك ابن لوز عوام وفتاحه معنى هي مختلفة تماما طبعا بتاعته في كاس العلم ضغوط تانية خالص وجمهور استاد مليان على اخر وحاجات كدة اصعب كتير بس برضو يعني المحلة ملعب روعب برضو بصراحة اتفرقت على ضرب الجزائي الكابتن مجدى عبدالغاني في هولندا كم مرة؟ سبعة وعشرين سنة ما اتفرقش اجر عليها اعلانات كل يوم جايباها وفي البيت هو اصواده ابرز جون اهم جون واجايبه معنى واجايبه جون احلى بكتير بس ده اهم جون واجايبه طبعا فلاقى تركت عليه فوق المليون مرة بعيدا عن الاعلان بقى مجدى عبدالغاني بيتكلم عن ضرب الجزاء يعني في البيت ازاي؟ طبعا زي ما كنت مع اباكابتن برينفاق في مداخل قاعد يقول لي برضا حقوق بيقعد يشرح ووقت دي كانت صعبة وان هو كان بيجبها في احسن جون في العلم وقتها وان هو لعبها جامل على الشمال تحت والافي بتاعت اهيه والحاجات دي كل ده طبعا بنسمعه على طول منه وبيقعد يتكلم فيه وتفاصيل يعني على طول دايما يعني مركز اللي هو برضا بشحلكو في البيت؟ طبعا على طول انا انا بصراحة برح كان نفسي حطها زيه على يمينه وزي ما هو بيعملها بس اه كله ماتشو ليه صروف وطجون بتاع المحلة كان اه كان على طول عارب فيه جوان بتوع تريمي الخامسة على طول في زاوية واحدة ويستنى اه يستنى اي لعيب يلعبها في الزاوية دي فيصدها فان اخدت بالي ان هو بيعمل كهه فاما مرضيتش حطها بقى قلت حطها المضمونة عشان خطر دي كانت اه يعني اللي هتأحيلنا طيب وانت داخل تشت دربة الجزاء في غزل المحلة هل جاء في سيناريو قدامك دربة الجزاء اه مجدى عبدالغاني في هولان ده؟ انا من هنا صغير السيناريو ده بيتعاد في دماغي على طول يعني كنت بقى بقول تخيل انا رحت كس العالم بعده وجبت جون كس العالم بعده كان ده كان يبقى رهيب بس طبع محمد صلاح خلص الكسة دي على طول يعني خلص جاب جون واثنين في كس العالم فخلاص بس عطول اي ضربة الجزاء طبعا بيقى في دماغي اه 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 ضربة الجزاء دي ودي وعشان كيف بقولك ببقى عايز العبها على يمينو عامل واحدة زيه بس ما بتخاف اه يعني لا مش بخاف هو على حسب زي ما قلت لك ظروف الماتش كانت متغيرة الجون كان على طول طاير في نفس الزاوية دي فحبت اضمنها يعني بس ما تبقاش حططها قدامك يعني في مخادتك كنت داخل تسدد اللي انت ممكن تشوتها زيه؟ لا ببقى طب ما هو ده بقى دائما حططها فانا يعني انا م بارع اليوم الماتش كنت عايزة حطها على يمينو بس هو لولان الجون كان عمالية ريمي كله على يمينو فانا عشان الظروف دي روح تحتاطي عادي بس انا طبعا زويتي المفضلة بتاعته بيكونا بنكالب دلوقتي ان صلاح خلاص كسر اه حيمالة مجدى عبدالغاني في دربة الجزاء اه كان شعوره ايه؟ ساعتنا صلاح دخل اه صعدنا كاسعاني والله كان مبسوط جدا بس هو صلاح صلاح قابليها كنا احنا رحنا له ليفر بول حضرنا ماتش هناك قاله قاله انا قاله انا اه هخلص على كل الجيل بتاعك والقديم ده وفعلا راح وجاب جون في كاس عام كان مصاب حتى وجاب جون واثنين وخلص الدنيا كلها يعني صلاح قاله هخلص على الجيل؟ قاله اولا رحنا هناك قاله قاله انا قاله انا اخلص على وهو مصاب قالك كلمتين دوله وفعلا عمل اللي هو قاله يعني من ساعتها وانا يعني بفضل دايما نفتكر الموضوع ده قد ايه هو المنتالة بتاعت صلاح النواية عايز يعمل حاجة وفعلا بيعملها انت لو كنت ضيعت ضربة الجزاء بتاع غاز المحلة كنت هتدخل البيت؟ اه اشك ولا كنت اخش يعني كان يبقى مواقف صعب جدا من هو بعد 27 سنة يعني بمدرسة مجدي افغاني ضربة الجزاء وعمالي يزلينا بضربة الجزاء على فالاخر يجي ابنه بضيع ضربة الجزاء ليك هتبقى شكلها وحش بصراحة الكابتن ماجد اتكلم معك بارح يعني او اتكلم معك عمام بعد تزيدك ضربة الجزاء كان مبسوط بس او انا من زمان يعني الحمد لله معروف ان رجلي يعني كويسة عجون وكده من الناس اللي اعطوه ببالع ضربات الجزاء فانا كنت من الخامسة للكابتن علاء مختارهم بس طبعا كان مبسوط جدا انا اكتر حاجة بصدتني مبارح ان هو كان مبسوط اوي لما شايف ضربة الجزاء وقارنهم ببعض وبتاع فكاد حاجة كويسة يعني كابتن ماجد عبدالغاني بيكون شكله ايه والناس بتسد ضربات الجزاء بيكون يعني ايه بتلمع ولا بيكون يتعدل كده ويقعد يتفرج يعني بيبقى خبير بقى اللي هو خبير قاعد لضربات الجزاء بيبقى قاعد ومستني ايه حد يغلط عشان يقولك قدي ضربة الجزاء صعبة ومش سهلة زي من الناس متخيلة لان فين جوم كتير فعلا في العالم بيضيعوا ضربات الجزاء فهو بيبقى مستني ايه حد يتعدل يقولك شفت ضربة الجزاء صعبة مبالك بقى يقارنها ويبتاعتوا في كاس العالم في ولندا وكده